والان مشاهدين ينضموا معنا في هذه الاثناء برسكاي بعض الحزب الديموقراطي الكردستاني السيد محمد زنجنة اهلا بك سيد محمد في نشرة الخلاصة يعني الامين العام للامم المتحدة انتونيو جوترش شدد على ضرورة اقرار الموازنة وكذلك قانون النفط والغاز يعني هل برأيك ان هذا الموقف الاممي يعكس محورية هذين الملفين بالنسبة للعلاقة بين بغداد واربيل نعم تحية طيبة لكم والزملاء والمشاهدين بالتأكيد اليوم الرئيس اقليم كردستان السيد نيتشيربان بارزاني ايضا اكد بان الاهم في كل التشريعات التي من الممكن ان تكون منتظرة او مهمة هو قانون النفط والغاز لذلك فان الامم المتحدة ترى بان هذا الموضوع مهم جدا ويجب ان لا يهمل هذا من جهة من جهة اخرى مسألة النفط والغاز كانت دوما سببا في خراب العراق للاسف بسبب عدم وجود اية سياسة نفطية قانونية من الممكن ان تسلك في عام 1971 تم اصدار قانون التأميم ولكن قانون التأميم هذا لم يفي بالغرض بل على العكس ورط العراق في الكثير من الامور وما زال هذا القانون نافدا وفي عام 2007 كان من المفروض ان يكون هناك قانون ولكن اعطيت الافضلية لقوانين الاقاليم والمحافظات الغير منتظمة في اقليم بسبب عدم الاتفاق على هذا القانون وذلك بسبب تعنث الجهات المتنفذة في داخل الحكومة الاتحادية اذا من خلال هذا السرد يتبين للجميع لان مسألة النفط والغاز كانت دوما النقطة المهمة والاساسية للتحالف والتخالف للتقارب والتباعد يعني العائدات التي كانت تتوفر من خلال النفط والغاز كانت تصرف على الاسلحة وهذه المسألة بكل صراحة ما زالت يعني مهددة بالعودة مرة اخرى لذلك يرى الامين العام للامم المتحدة بان هذا الموضوع يجب ان يحسنوا بسرعة وبوجود اتفاق بين الاطراف السياسية العراقية في اسرع وقت نعم نعم سيد محمد يعني القضايا العالقة بين المركز والاقليم لم تحل منذ سنوات هل برأيك ان الطرفين بحاجة الى طرف ثالث ضامن وهل الامم المتحدة يمكن ان تلعب هذا الدور العفو اصلا بوجود الدستور العراقي لا يمكن ان نطلب طرفا ثالثا لان الدستور العراقي قد بيّن جميع هذه المسائل التي تتعلق بنقاط خلافية ونقاط تتعلق بكافة الصلاحيات المتعلقة بالاقاليم والمركز والمحافظات هذا بالاضافة الى اقليم كردستان والسلطة وحدود اقليم كردستان ولكن عندما تكون هناك عقلية لا تستطيع ان تنفذ هذا الدستور وتتصرف بمركزية مقيتة وتريد الابتعاد عن مبادئ الفدرالية بالتأكيد سوف نحتاج واقعا الى طرف ثالث من الممكن ان يكون طرفا امميا يتدخل في هذا الموضوع انا ارى كوجهة نظر شخصية بان الولايات المتحدة الامريكية هي الطرف الاولى والاجدر بحلحلة المشاكل بين الاطراف السياسية العراقية بشكل عام وليس بين الاقليم وبغداد بشكل خصوصي وفي اطار ضيق لماذا لان الامريكان هم عرابوا العملية السياسية العراقية الجديدة ومنذ عام 2003 وحتى هذه اللحظة الامم المتحدة نعم كانت لها العديد من المواقف المهمة ولكن لا اعتقد بان الامم المتحدة ستستطيع ان تحل المشاكل والمسائل العالقة والتي فيها تراكمات ولكن في هذه الفترة حيث تمنح الولايات المتحدة احيانا بعضا من صلاحياتها اما الى فرنسا في منطقة الفرانكوفونية او لبريطانيا في العراق وفي مصر وفي العديد من الدول في الشرق الاوسط او احيانا للامم المتحدة بالتأكيد فان دور الامم المتحدة مهم جدا ومحوري ومن الممكن ان يساعد في التقريب لوجهات النظر مع انه ايضا كانت هناك تجارب لم تنجح وخصوصا فيما يتعلق بالمادة 140 والتي وقعت اتفاقيتها في داخل السفارة الامريكية باشراف من الامم المتحدة ومع ان دور الامم المتحدة كانت دورا استشاريا فقط الا انها لم تستطع ان تقدم شيئا ولكن بكل صراحة في هذه الفترة من الممكن ان تقدم بعض المقترحات لتقريب وجهات النظر وانا فان دور الامم المتحدة ايضا لن يكون بهذه القوة نعم يعني سيد محمد من التصريحات او من بين التصريحات اللافتة التي دعا اليها انتونيا جوترش من اربيل هو تنفيذ اتفاقية سنجار يعني بالرأيك هل هذه دعوة ممكن ان تغير شيئا من الواقع على الارض لطالما هناك ميليشيات تتحكم بالوضع السياسي العراقي وتتقاضى رواتبها من المنظومة الدفاعية العراقية فبكل صراحة لن نستطيع تغيير هذا الواقع لماذا؟ اولا هذه الميليشيات هي خارج المنظومة الدفاعية العراقية ثانيا تهدد السيادة العراقية ثالثا تهدد دول الجوار رابعا تهدد العلاقة بين المكونات العراقية لذلك لطالما بقيت هذه المسألة فبكل صراحة لن يكون هناك اي حل لهذه الاتفاقية او لأي اتفاقية اخرى الاتفاقية بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية كانت واضحة جدا وشفافة تتعلق باستدباب الامن والاستقرار وعودة النازحين وتطبيع الاوضاع وانشاء الشرطة المحلية المجتمعية هذا بالاضافة الى مسائل تتعلق بعودة النازحين ولكن هناك قنابل موقوطة ايضا فيما عدا الميليشيات العراقية جيل داعش الجديد الموجود في المخيمات هذا يهدد سيادة الدولة العراقية بشكل عام وهذا ما تتخذه الميليشيات كحجة وذريعة للبقاء في هذه المناطق اذا لا توجد ارادة حكومية لتنفيذ هذه الاتفاقية ولا توجد اطراف تساعد على تنفيذ هذه الاتفاقية حكومة اقليم كردستان فقط تنظر بتحمس الى تطبيق هذه الاتفاقية مع ان تطبيقها سهل جدا ومن الممكن ان يكون موجودا على ارض الواقع بالتعاون بين بغداد واربيل ولكن بكل صراحة لطالما لم تكن هناك ارادة عراقية لن تنفذ هذه الاتفاقية الا انني لا اود ان اكون متشائما لكنني اعتقد بان الحكومة الحالية حكومة السيد السوداني سوف تتحرك بشكل ايجابي بعض الشيء للتنفيذ على الاقل بند او بندين من هذه الاتفاقية لكنها لن تنجح في تنفيذ كامل الاتفاقية بين الجانبين نعم عضو الحزب الديموقراطي الكردستاني سيد محمد زنغن شكرا جزيلا لانضمامك معنا شكرا جزيلا لانضمامك معنا جزيلا لانضمامك معنا